اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا مسك الختام مع الأستاذة فريال سليمان فريال اجا مرض السرطان يهزمها فهي تحدته وهزمته وكانت ناجية من هذا المرض وعملت مبادرة اسمها جدار الخير مبادرة جدار الخير هو جدار في مادبة في ملابس مستعملة اي شخص عنده ملابس حتى جديدة كمان ما بده اياها او مستعملة بحالة جيدة بنطفوها وبخسلوها وبكوها وبعلقوها على هذا الجدار اي شخص بمر بكرامة بنزل وبتناول القطعة اللي بتعجبه على هذا الجدار فكرة جميلة يعني موجودة هي في بلدان بره في اوروبا وفي بعض الدول في الخارج لكن اول مرة بتصير عنا بالاردن كرمت السيدة فريال مؤخرا من قبل سمو الأميرة بسمة بن طلال في يوم الإعلامية العربية على هذا الجهد اللي قامت فيه رح نتعرف أكتر عليها وعلى هذه المبادرة ونسمع منها تجربتها أهلا وسهلا فيك أستاذ فريال هلا فيك صباح الخير إليك صباح الخير للجميع أسعد الله صباحك أستاذ فريال أسعد الله صباحك هلا فيك مبادرة جميلة وتعتبر الأولى من نوحة إذا تحدثنا عن الفكرة كما بدأ وانطلقت من محافظة مأدبة هذه الفكرة وما زالت وما زالت ما تحدث عن انطلاقة الفكرة نعم بالبداية أنا شفتها زمان يعني بال1990 كنت في بريطانيا ببيرمينغام شفت الجدار عجبني فكرت بالبداية أنهم ملابس للبيع بعد من السؤال عرفت أنهم هدولة للمحتاجين طلت ببالي أنا من ضمن عضوة بعدة جمعيات كنت أشوف كيف الستات بيتغلبوا بيتعذبوا المحتاجات فبيروحوا بيبعتوهم مثلا روحوا استلم ملابس بيأخذوا اسم العيل فيها عدة إجراءات بتغلب الست فأنا شفت شو سهلة إنه بس اللي مارئ عجبته الأطعب حاجتها بيأخذها بس أروح أروح على الأردن دي أعملها مرت أحداث عندي ومرضت وكذا فهذه الفترة عبين ما شفيت ضلت ببالي أول خطوة عملتها رحت على رئيس البلدية وقلت له القصة قال لي ليش لأ لدينا الحمد لله متفهمين قال لي بما أنه للخير ليش لأ أعطاني جدار بمادبة صور مدرسة وبلشنا بداية بلشت بملابسي أنا وبعدين بصديقاتي بعدين صديقات صديقاتي وأقاربي كبر الموضوع فبلشنا نعلق عليه من فترة لفترة الناس تعرفت على الفكرة صرت أشارك الجمعيات الصبايا اللي بالجمعيات أعرفهم يعرفوني متطوعين كتير هبت للمساعدة أكثرهم ستات فبلشنا بهذا الموضوع والحمد لله ماشي لغاية هاي الفترة وكيف قادرت لحقي كنت بتصارع المرض وأيضا أنت أرملة وأم لأربع شباب ما شاء الله خلصوا درجات علية من التعليم الله يصب وبرضو عضو في أكثر من جمعية خيرية وعمل تجي دار الخير يعني إحنا كمان حبين هاي التجربة أو هاي النموذج هذا النموذج وهذه القصة قصة النجاح نحكي للناس اللي مرات بكون عندهم شيء واحد يعني يسند إليهم دور بس يقوموا فيه بقولك أنا ما بلحق ببلش يتجر نعم فتقسيم أو تقسيم الوقت حتى الواحد يقدر يعمل كل هاي الأمور وينجح فيها كلها أوكي بالبداية العيلة مهم أن أنت تكوني بعيلة هادية أنا نشأت وحتى ولادي نشأوا ببيت يعني ما غلبوني بالدراسة فالموضوع صار بلش عندي الحب لما أشفت الأولاد هادية وما شاء الله ماشيين بأمورهم بلشت أنا أفكر أنه المرأة لازم ما تضلش داخلي هو حافز داخلي والعطاء هو حب داخلي فبلش الحافز من جواتي فبلشت أنا تعودنا أنا أردنية يعني الهواشم ربونا على جد العطاء يعني من النوع اللي منحب من جوه نعطي منحب نشوف المحتاج نعطي فأنا بلشت من هذا من جواتي إشي بغلي غلي فليش أنا ما أساعد بلش أشترك بالجمعيات حتى مثل ليس بس على الجدار في عندي أمور تانية بعملها خلال الأيام العادية نيجي على الموضوع التقسيم الوقت هو بكل ست لازم تكون عندها طاقة إيجابية إذا ما كانت عندك طاقة إيجابية حياتك صعبة أحسنت ببسط الأمور مية بالمية باستفق معك نعم أنا ببسط الأمور يعني مثلا بتوجعني اليوم كليتي طيب ما في ناس ما عندهاش كليا عرفت كيف بأخذ الأمور الحمد لله فيه ألام بس الحمد لله عندي كليا فبضغر الحجم الوجع لما كنت مثلا نبتعد عن التعبير وهذا يمكن ساعدك في الشفاء من المرض الحمد لله نفسي تكتير حلو حوالي أصدقاء كمان بيجننوا دكتوري ممتاز الحمد لله يعني ربنا هو الطبيب المشافي صحيح فكنت كل ما أدخل على المستشفى أعرف أني أنا ماخدة جرعة زي ما بيحكوا مغذي مش راح أأخذ كيماوي عرفت كيف بزرعه التفاؤل الإيمان بالله عز وجل بالضبط هو الإيمان بالله أنا بديش أعد أفتي يوميا بصلي بعدين عدم المؤاخذ المحبة إذا أنت بتحب تعطي بتحب تشوف الناس مبسوطة أنا لما أجي أحط الملابس على الجدار بمبسط لما أجي ما لقيش ولا إطعة فعندي حتى البنات اللي بيشتغلوا معاي مشان كمان أحفزهم أكتر قلت لهم أي إطعة بتعجبكوا خدوها يعني مش أنتوا بتنظفوا بتكووا بتتعلقوا إذا استحليتي إطعة خديها ما بزعل يعني من النوع اللي ما بعرف هذا إشي جوات البني آدم تربينا على هيك هي بصراحة المبادرة كانت مغلقة يعني مش كل الناس بتعرف عنها بساعدتنا فيها أكتر شيء إعلاميا الآن كل الناس بيعرف عنها نعم الآن الله يساعد كمان الإعلامية الأستاذة محاسن الإمام لها فضل كبير بهذا الموضوع عملت هاي بيوم الإعلامية العربية واستضافتنا يعني الناس صارت من بداية حتى سمو الأميرة بسمة اللي هي تكمين المرأة وانبسطت كتير على نشاطاتي أنا عضوة بـ 14 جمعية إشي فخري هم بيستضفون لأنني بساعدهم كتير وعلى نطاق غير جدار الملابس يعني بساعد ستات كتير بأمورهم العائلية يعني في عندها مشاكل الأسرية الأسرية كل شيء كل شيء بتلاقي الست ما تيجي بالإسم يعني بتضخي طاقة الحمد لله لا 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 سدين من ربنا الحمد لله من ربنا يعني بيجوا مثلا ستات بدهم شغلات بنبعتها على البيت يعني ما بحرج كمان في ستات بقدروا حتى يوصلوا للجدار أولادي بيساعدوني صحباتي بيساعدوني أقاربي بيساعدوني كل هبت لأن البذرة موجودة عندنا الأردنيين صدقا البذرة العطاء موجودة بس بدها ناس ظل الباقي أمور صفاصيل يعني نعم الحمد لله شكرا لوجودك معنا ومبارك التكريم وإحنا سعداء جدا فيك ونتمنى تضلي بهذه الطاقة أستاذ فريال سليمان الله يسعدكم يسعد الجميع وإنتي نموذج الله يخليك وإنتي سازم نموذج للمرأة يعني اللي يحتذى فيه الحمد لله نشكر الله الله يقويك والف لا بأس عليك